موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية اهلا وسهلا بكم بداية بعث صاحب الجلل الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة يوم التأسيس المجيد ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب السعودي الشقيق بأطيب التهاني بمناسبة يوم التأسيس المجيد سائلنا الله تعالى أن يدي مع المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان ومسيرة الخير والاستهار في ذل قيادتكم الحكيمة وقال جلالة الملك وإذ أشاطركم مشاعر الابتهاج بهذه الذكرى الغالية أود أن أشدد لكم مدى اعتزاز بما يربطنا شخصية وأسرتين الملكيتين ومن وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل بما يجمع بلدين الشقيقين من روابط وطيدة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية وتفضل خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول أسمى عبارات مودة وتقديرية مقرنة بمتمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعودة ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة تخليد بلاده ليوم التأسيس المجيدة وأعرب جلالة الملكي بهذه المناسبة عن تهنئه الحار لولي العهد السعودي داعينا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المشيدة كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة ترفل بأثواب العز والرفعة والرخى هذا وغادر رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز المغرب مساء أمس الأربعة في ختام زيارة عمل للمملكة وكان في وداعي السيد سانشيز بمطار الرباط السلا رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدى ذي تحية تقدم للسلام على السيد سانشيز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريط ولي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي وعمل عملة سلا عمر تويمي والقائم بالأعمال في السفارة الإسبانية بالمغرب بورخا موتسيموس ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا عمر السانتيسي والسفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بن يعيش ويرافق رئيس الحكومة الإسبانية في هذه الزيارة وزير الخارجية الإسبانية السيد خوسي مانويل الباريس هذا وكان صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله قد استقبل أمس بالقصر الملكي بالرباط فخامت السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية الذي قام بزيارة عمل للمغرب وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي عبداللطيف من طالب استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط فخامت السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقت المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة أعزه الله ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022 والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على الارتياح وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والطموح وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات وبمناسبة هذا الاستقبال جدد رئيس الحكومة الإسبانية لجلالة الملك حفظه الله التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل 2022 الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف وأعرب جلالة الملك عن شكره لإسبانيا على هذا الموقف الجديد لبناء والهام وخلال هذا الاستقبال أكد جلالة الملك نصر الله وفخامة السيد بيدرو السانشيز على الآفاق المتفردة للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين والتي يمثل التنظيم المشترك مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها وقد أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن إشادته وتأكيده على اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلق جلالة الملك نصر الله خاصة مبادرة البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وكذا أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني السيد خوصي مانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون والسيد إيما باريتشي الكاتبة العامة للشؤون الخارجية بالرئاسة الحكومة الإسبانية وعن الجانب المغربية السيد فؤاد عالي الهيمة مستشار صاحب الجلالة والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ولدى وصوله إلى القصر الملكي استعرض رئيس الحكومة الإسبانية تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يقدم له التمر والحليب جاريا على التقاليد المغربية الأصيلة هذا وجدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشهز في ندوة صحفية في ختام زيارة العمل التي قام بها للمملكة التأكيد على موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية صفي عثمان وباقي تفاصيل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشهز جدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية في ندوة صحفية في ختام زيارة العمل التي قام بها للمملكة أكد بيدرو سانشهز موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في البيان المشترك المعتمد في السابع من أبريل 2022 والإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الثانية عشر للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد في 2 فبراير 2023 موقف إسبانيا حول قضية الصحراء قد تم التعبير عنه بوضوح في الإعلانين الذين يعتبران مخطط الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف ومن جهة أخرى أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن إسبانيا عازمة على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المغربية الإسبانية المعتمدة في أبريل 2022 وأبرز المسؤول الإسباني أن اعتماد خارطة الطريق مكن من تعزيز الشراكة للسراتيجية بين البلدين مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تمر بأفضل أحوالها هذا وبخصوص الهجرة أشاد بيدرو سانشيز بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية أن تدبير تدفقات الهجرة يعتبر مجالا يستأثر بأهمية كبرى في التعاون بين المملكتين معربا عن ارتياح بلاده التام للتعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية نتائج العمل المشترك في مجال سياسة الهجرة جد ممتازة وإنها مناسبة لتأكيد عزم إسبانيا على المضي قدما في تعزيز هذا التعاون كما هي مناسبة لاستحضار البرنامج الرامي إلى النهوض بالهجرة النظامية هذا وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 يشكل نموذجا ملموسا لجودة العلاقات المغربية الإسبانية والعزم المشترك للدفع بخارطة الطريق الثنائية المعتمدة سنة 2022 وفي ذات السياق أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالرباطة أن إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب عبداللاطيف مطالب يوافين بباقي التفاصيل إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب وفق ما أعلنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال ندوة صحفية في ختم زيارة عمل للمملكة حيث أبرز أن الشراكة الاقتصادية الثنائية مدعوة لمزيد من التوطيد خصوصا في سياق التنظيم المشترك للبلدين مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030 إسبانيا تعد شريكا مرجعيا للمغرب باستثمارات متوقعة تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 هناك تطور إيجابي للمبادلات التجارية بين بلدين رئيس الحكومة الإسبانية حشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل عصرانات اقتصاده مبرزا إسهام المقاولات الإسبانية في هذه الجهود الرامية لتطوير الاقتصاد المغربي خصوصا في مجالات النقل والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية هذا وانطلقت أمس الأربعاء بن واكشوت أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريطاني بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغرب والموريطانيين من مختلف المجالات سكينة مسوية في المتابعة تحت شعار نحو شراكة اقتصادية وتجارية مبتكرة ومستدامة ذات أثر قوي على القارة الإفريقية انطلقت بن واكشوت أشغل الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريطاني المنتدى المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريطانيين يروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وموريطانيا في القطاعات ذات الاهتمام المشترك اليوم في 114 رئيس ومدير شركة مغربية موجودة هنا سيتم إن شاء الله يتاحت الفرصة العرض فرص الاستثمار في المجالات التي في موريطانيا كالصيد وكالزراعة وكالصناعة وكالمعادن والثروة الحيوانية وكذلك الجانب المغربية سيقوم بعرض فرص الاستثمار الموجودة في المملكة المغربية وسيكون إن شاء الله فيه مباحثات الدورة الثالثة من المنتدى تأتي لتقوية روح الاستثمار وإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال الدورتين السابقتين كما أشدد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين المغرب وموريطانيا فتاريخنا المشترك وروابطنا الوثيقة المبنية على الأخوة والقرب والاحترام والثقة والتكامل الاقتصادي هي عوامل تفتح المجال لفرص استثمارية كثيرة ومتنوعة الدورة الثالثة للمنتدى تسعى إلى إعطاء دفعة جديدة لدينامية التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحقيق المشاريع الاستراتيجية والفرص المشتركة التي تم تحديدها خلال المنتدية السابقة نما بين 2020 و2023 هناك نمو غير مسبوق في التبادل التجاري سجل نسبة 50% واليوم نتكلم على 300 مليون دولار حجم التبادلات بين المغرب وموريطانيا وبهذا يعتبر المغرب اليوم أول موريد موريطانيا إفريقيا الشق الاستثماراتي بطبع الحال كما تعلمون المملكة موجودة من خلال قطاعات استراتيجية مهمة وهذا مهم ويعتبر اليوم المغرب كذلك المستثمر الأول في إفريقيا في موريطانيا اليوم الأول من المنتدى الذي يعرف مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغرب والموريطانيين من مختلف المجالات تميز بتقديم مجلس الأعمال المغربية الموريطاني وتقديم مناخي الأعمال من قبل وكالتين تعزيز الاستثمار بالبلدين في الشأن الوطنية فادت المديرية والعامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس بأنها بات رياح قوية من سبعين إلى تسعين كيلومترا في الساعة مع تطير الغبار محليا مرتقب غدا الجمعة وبعد غدنا السبت بعدد من أقاليم المملكة وأوضحت المديرية في نشرة انذارية من مستوى يقظى برتقالية أنه من المتوقع هبوب رياح قوية من سبعين إلى تسعين كيلومترا في الساعة مع تطير الغبار محليا ابتداء من يوم غدنا الجمعة من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة السادسة من مساء يوم السبت بكل من فيقيق وجرادا والنظورة ودريوش وقرسيف وتوريرتا وتازا وبولمان وميدالتا وغلميمة كما ستهم هذه الظاهرة الجوية مع هبوب رياح بسرعة من سبعين إلى خمسة وثمانين كيلومترا في الساعة يضيف المصدر ذاته ستهم عملات وأقليم أس الزاقة وسيدي إفني والسواحل التابعة للأقليم شوكا أيتباها وأقادير دوتنان وإنزقان أيتملولا نفتح ورقة الأنبائية الدولية خادة موظف والسيكاك الحديدية بالأرجنتين إضرابا وطنيا شل حركات القطارات ويحتج المضربون على تدني أجورهم في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد عائشة العباد والتفاصيل محطات القطار التي تضرج عادة بأصوات المسافرين بدت فارغة يلف الصمت جنباتها بعد إضراب شنه مهني والسيكاك الحديدية لمدة 24 ساعة بالأرجنتين الإضراب الذي شل حركة النقل جاء بدعوة من نقابة عمال السيكاك الحديدية ردا على غياب المفاوضات داخل الليجان المشتركة واقتراح الأجور المناسبة موظفو السيكاك الحديدية يحتجون على تدني الأجور ويطالبون برفعها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في البلاد خاصة في ضوء تصاعد معدلات التضخم التي وصلت مستوى قياسيا بلغ 254% على أساس سنوي نهاية يناير الماضي وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية في المقابل المتحدث باسم الرئاسة منويلا دورني تهم المضربين بالتأثير على حياة مستخدم خطوط السكاك الحديدية الذين باتوا مجبرين على استخدام وسائل نقل أخرى وهو ما تسبب في تأخير مواعيد وصولهم كما لوح باتخاذ إجراءات ضد المضربين ويأتي هذا الإضراب بعد إضراب وطني كانت قد دعت إليه أكبر مركزية نقابية بالبلاد في يناير الماضي احتجاجا على السياسات المتقشفة لحكومة الرئيس الأرجنطيني خافير ميلي والذي لم يمضي على تقلده مهامها ثلاثة أشهر بعد دوليا دائما غطت الثلوج الكثيفة العاصمة الصينية بكين بعد تساقطها بغزار خلال الليل ووسط موجة برد اجتحت مساحات شاسعة من البلاد سلم العبدالله والتفاصيل ثلوج كثيفة تساقطت في الصين وكست بكين بالبياض مخلفة مشهدا يعكس تحديات الطقس الشتوي كثافة الثلوج التي ملأت الطرقات تسببت في عرقلة حركة السير بالعاصمة وأحدثت موجة برد واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد تساقط الثلوج الذي فاقت توقعات يعزل الارتفاع السريع لبخار الماء في العاصمة بعد التقاء تيار هوائي الراطب من الجنوب مع كتلة هوائية باردة تتحرك ببطء نحو الشرق حسب مسؤولي الأرصاد الجوية سلطات بكين عززت وسائل النقل العامة وأغلق ثمانية طرق سريعة بسبب سوء الأحوال الجوية المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني يتوقع درجات حرارة تحت الصفر خلال الأيام المقبلة في مناطق مختلفة من البلاد في الورقة الرياضية أعلن نادي باير ميونيخ عن رحيل مدربه توماس تخيل في نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الأوينة الأخيرة بيان لباير ميونيخ نقل عن مديره التنفيذية قوله إن النادي توصل إلى قرار متبادل بإنهاء تعاونه مع التخيل في الصيف مضيفا أن الفريق سيبحث عن مصار رياضي جديد تحت قيادة مدرب جديد من ناشاته قال توخيل إنه سيواصل رفقة شهازه التقنية العمل حتى نهاية الموسم وتولى توماس توخيل قيادة النادي البافاري في نهاية مارس من العام الفين وثلاثة وعشرين بعد فترة قضاها في تشيلسي الإنجليزية وسابقا في باريسون جرمان الفرنسية ودخل الفريق البافاري في أزمة تقنية غير مسبوقة إذ تعرض لثلاثة هزائم متتالية وليصبح متخلفا عن ليفاركوزن المتصدر بثماني نقاط بالورقة الرياضية نصل الموشين الكرام لنهاية هذا العرض الإخبارية نشكر لكم حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء